بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض نشيد للجميع للشاعر سليمان العيسى لغة عربية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وما تنساش اشترك في صفحاتنا على فيسبوك الصف الرابع الابتدائي مع التأسيس السليم الشاعر للجميع الشاعر سليمان العيسى واحد فكر نشاط هناك صفات يشترك فيها الإنسان والحيوان انظر للصور الآتية واذكر صفة منها الصورة الأولى أم تحضن طفلتها هذه الصورة تدل على صفة مشتركة بين الإنسان والحيوان وهي صفة الحنان الصورة الثانية صورة طيور وهذه الأم تطعم صغارها وهذه الصورة تدل على الرحمة الصورة الثالثة صورة قطتان تلعبان مع بعضهما ممكن نقول صفة المرح أو صفة الحب اقرأ واكتشف نشاط اثنين ألف استنتج معنى الكلمة من السياق واكتبه ثم تأكد من المعجم الكلمة والمعنى والجملة الكلمة عزمنا الجملة نستطيع بعزمنا أن نصنع المستحيلة نستطيع بعزمنا عزمنا معناها إرادتنا لهب يا فتى احذر من لهب النار اللهب ما يرتفع من النار نواصل علينا أن نواصل عملنا بعزيمة وإسرار نواصل عملنا أي نستمر في عملنا إذن نواصل معناها نستمر تساندي يا فتاة تساندي مع إخوتك فالاتحاد قوة تساندي معناها تعاوني السواعد لا تبنى الأوطان إلا بسواعد الرجال السواعد معناها الأيدي غلالنا ما أشهى غلال حقولنا غلالنا معناها محاصيلنا إذن معنى كلمة عزمنا إرادتنا ومعنى كلمة لهب ما يرتفع من النار نواصل معناها نستمر تساندي معناها تعاوني السواعد معناها أيدي غلالنا معناها محاصيلنا التعريف بالشاعر سليمان العيسى هو شاعر سوري الجنسية ولد عام 1921 ميلادية ودرس بدار المعلمين ببغداد عمل مدرسا في مدارس حلب وموجها أول للغة العربية بوزارة التربية السورية وله الكثير من الدواوين لشعر الأطفال ورحل عن عمر ناهزا ل 92 عاما إذن كاتب الشعر هو سليمان العيسى وهو شاعر سوري ولد عام 1921 ميلادية للجميع النور للجميع والحب للجميع وأرضنا الصمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع ترابنا ذهب وعزمنا لهب نبني به البلاد نواصل الجهاد لوحدة العرب لأمة العرب النور للجميع والحب للجميع من زهرة بعينها لا يصنع الربيع تساندي تساندي يا وحدة السواعد غلالنا الخضراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع نلاحظ في النشيد أن الشاعر قال النور للجميع والحب للجميع إذن يحث الناس على الحب ونلاحظ أيضا في النشيد أن هناك كلمات لها النهاية نفسها مثل كلمة الصمراء والعطاء ومثل كلمة ذهب واللهب ومثل كلمة البلاد والجهاد ومثل كلمة الخضراء والعطاء ونلاحظ أن الشاعر قال من زهرة بعينها لا يصنع الربيع أي أن الربيع لا يأتي من زهرة واحدة وإنما عندما تتفتح جميع الأزهار وقال الشاعر تساندي تساندي يا وحدة السواعد السواعد معناها هنا الأيدي نشطة ننباء بعد قراءتك الأبيات أجب عن الأسئلة الآتية واحد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ألف يحث الشاعر الناس على الحب ولا الكره ولا الأولى والثانية طبعا يحث الشاعر الناس على الحب لأنه قال النور للجميع والحب للجميع باء وصف الشاعر الطرابة بإيه؟ بالذهب ولا بالفضة ولا النحاس قال الشاعر طرابنا ذهب وعزمنا لهب إذن وصف الطراب بالذهب جيم جاءت كلمة السواعد في الأبيات بمعنى الأيدي ولا المساعدة ولا الأرجل طبعا بمعنى الأيدي دال طلب الشاعر أن تكون الوحدة لعائلته ولا لبلده ولا لأمة العرب قال الشاعر لوحدة العرب لأمة العرب إذن لأمة العرب اتنينضى علامة صح أو علامة خطأ أمام كل جملة مما يليه ألف الخير والحب لابد أن يكون للجميع طبعا العبارة صحيحة باء يأتي الربيع عندما تتفتح زهرة واحدة فقط طبعا العبارة خاطئة وإنما عندما تتفتح جميع الأزهار جيم حث الشاعر أمة العرب على التعاون والمساندة العبارة صحيحة نشاط اثنين جيم استخرج من الأبيات ما يلي واحد مفرد الأنوار مفرد الأنوار النور اثنيا جمع ساعد جمع ساعد سواعد ثلاثة كلمة لها النهاية نفسها السمراء على وزنها العطاء ولها النهاية نفسها وممكن نقول عليها لها نفس الوزن والقافية أربعة بيتا تحدث فيه الشاعر عن بناء البلاد طبعا قال الشاعر نبني به البلاد نواصل الجهاد نشاط اثنين دال استخرج من الأبيات ما يعبر عن الجمل الآتية واحد يأتي الربيع بتفتح جميع الأزهار وليس بزهرة واحدة البيت الذي يدل على هذا المعنى قال الشاعر من زهرة بعينها لا يصنع الربيع اثنيا إرادتنا وعزمنا من نار وترابنا أغلى من الذهب البيت الذي يدل على هذا المعنى قال الشاعر ترابنا ذهب وعزمنا لهب ثلاثة نجاهد من أجل أن نبني بلادنا البيت الذي يدل على هذا المعنى نبني به البلاد نواصل الجهاد نشاط اثنينها حان الآن وقت القراءة الجهرية هي اتبع تعليمات معلمك طبعا في القراءة الجهرية سوف نحل الكلمات النشيد نشيد للجميع النور للجميع والحب للجميع شرح البيت يدع الشاعر إلى نشر المحبة بين الناس جميعا فتلك المحبة هي التي تنير حياتنا الأسليب والتركيب النور للجميع النور اسم مفرد وجمعها الأنوار واللام هنا شمسية لأن الحرف الذي يريها فوقه شدة وبها مد بالوا والممدود حرف النون ومضاد النور الظلام وعند تقطيع كلمة النور نقطعها وعند تقطيع كلمة النور إلى مقاطع صوتية نقطعها بهذا الشكل النور للجميع كلمة الجميع اسم وأسبقها حرف اللام حرف جر وبها مد بالياء والممدود حرف الميم والحب للجميع الحب اسم واللام قمرية ومضاد الحب الكر وكلمة الحب بها حرف الباء مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك وعند تقطيعها إلى مقاطع صوتية نقطعها بهذا الشكل الحب ممكن نسأل إلى ما يدعو الشاعر في بداية النص الشاعر قال النور للجميع والحب للجميع يدعو الشاعر إلى نشر المحبة بين الناس البيت الثاني وأرضنا الصمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع شرح البيت إن أرض الوطن العربي الخصبة بخيراتها الوفيرة لابد أن تكون حقا لكل العربي الوزن والقافية هل لاجي كلمة السمراء على وزنها كلمة العطاء السمراء على وزنها العطاء هنسميها الوزن والقافية أو كلمات لها النهاية نفسها الأسليب الموجودة في البيت أرضنا الصمراء معناها أرض شديدة الخصوبة وأرض اسم وجمعها أراضي ومضاد الأرض السماء السمراء اسم واللام شمسية لأن الحرف الذي يريها فوقه شدة والحرف المشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك وبها مد بالألف والممدود حرفه الراء والخير والعطاء الخير اسم واللام قمرية ومضاد الخير الشر والعطاء الواو هنا حرف عطف وكلمة العطاء اسم واللام قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف الطاء ومضاد العطاء المنع لا بد أن يكون للجميع ممكن نسأل بما وصف الشاعر الأرض العربية وصفها بأنها سمراء كثيرة العطاء والخيرات ممكن نسأل لمن تكون خيرات الوطن العربي تكون للجميع نكتب تكون لجميع أبناء الوطن العربي ترابنا ذهب وعزمنا لهب شرح البيت يشبه الشاعر الأرض العربية بالذهب في قيمتها وشبه إرادة يعزيمة أبناءها بالنار في قوتها الوزن والقافية عندنا كلمة ذهب على وزنها لهب لها النهاية نفسها وعلى وزنها إذن كلمات على نفس الوزن والقافية ذهب ولهب الأسليب ترابنا تراب اسم وجمع تراب أتربة وبها مد بالألف والممدود حرف الراء ذهب والمقصود به المعدن أي معدن الذهب وكلمة ذهب اسم وعزمنا عزمنا معناها إرادتنا عزمنا معناها إرادتنا لهب لهب معناها ما يرتفع من النار إذن عزمنا معناها إرادتنا ولهب معناها ما يرتفع من النار وكلمة عزمنا اسم وبها مد بالألف والممدود حرف النون وكلمة لهب أيضا اسم تعبيرات مجازية طرابنا ذهب تعبير مجازي شبه الطراب بالذهب طرابنا ذهب تعبير مجازي لأن الشاعر شبه الطراب بالذهب وأيضا عزمنا لهب شبه الإرادة بلهب مشتعل إذن هذا البيت ممكن نستخرج منه تعبير مجازي طرابنا ذهب وعرفنا أن الشاعر شبه الطراب بالذهب وعزمنا لهب شبه الشاعر الإرادة بلهب مشتعل وممكن أيضا نستخرج كلمات على نفس الوزن والقافية ذهب ولهب ممكن نسأل بما وصف الشاعر طرابنا وعزمنا طبعا وصف طرابنا بالذهب وعزمنا باللهب نبني به البلاد نواصل الجهاد لوحدة العرب لأمة العرب شرح البيت بتلك الأرض الخصبة وعزيمة أبناء الوطن العربي نبني البلاد ونرتقي ونتقدم ويدعو إلى تحقيق الوحدة العربية وعدم الانقسام والجهاد ضد كل عدو دخيل نبني به البلاد نواصل الجهاد بتلك الأرض الخصبة وعزيمة أبناء الوطن العربي نبني البلاد ونرتقي ونتقدم لوحدة العرب لأمة العرب يدعو الشاعر إلى تحقيق الوحدة العربية وعدم الانقسام والجهاد ضد كل عدو دخيل الوزن والقافية هل لاجي كلمة البلاد وعلى وزنها الجهاد الوزن والقافية البلاد والجهاد الأسليب نبني طبعا فعل مضارع وبها مد بلياء والممدود حرف النون ومعنى نبني نقيم ومضاد نبني نهدم به البلاد كلمة البلاد اسم جمع ومفردها البلد وهنا جمع تكسير لأنه لا ينتهي بالوا والنون ولا الياء والنون ولا الألف والتاء واللام هنا قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف اللام نواصل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم ونواصل معناها نستمر ومضاد نواصل نتوقف وبها مد بالألف والممدود حرف الواو الجهاد اسم واللام قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف الها ومعنى الجهاد الكفاح لوحدة العرب وحدة مضادها تفرق العرب اسم واللام قمرية لأمة العرب طبعا اسمه واسبقها حرف اللام حرف جر وجمع أمة أمم ومعناها جماعة من الناس بينهم روابط مشتركة وبها حرف الميم مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك العرب اسم أيضا واللام قمرية والتعبير المجازي في هذا البيت نبني البلاد تعبير مجازي شبه البلاد ببناء يبنى يبت تعبير المجازي نبني به البلاد شبه البلاد ببناء يبنى والسؤال كيف نبني البلاد كما قال الشاعر نبني البلاد بالإرادة القوية النور للجميع والحب للجميع من زهرة بعينها لا يصنع الربيع تساندي تساندي يا وحدة السواعد شرح البيت يدعو الشاعر أمة العربي إلى التعاون فيما بينهم من أجل تحقيق الوحدة فالحلم العربي لن يتحقق دون أن نتحد مثله مثل الربيع الذي لا يكتمل ولا يظهر جماله إلا بتفتح جميع الأزهار وليس بزهرة واحدة إذن في هذه الفقر من الشاعر قال الشاعر النور للجميع والحب للجميع من زهرة بعينها لا يصنع الربيع فالحلم العربي لن يتحقق دون أن نتحد مثله مثل الربيع الذي لا يكتمل ولا يظهر جماله إلا بتفتح جميع الأزهار وليس بزهرة واحدة الأسليب طبعا النور للجميع والحب للجميع قلناها قبل كده فهنبدأ من زهرة بعينها من حرف جر زهرة اسم لأنها سبقت بحرف الجر علامة الاسم فيها أنها سبقت بحرف الجر وأن بها تنوين بالكسر وجمع زهرة زهور أو أزهار بعينها المراد وحدها وكلمة بعينها اسم واسبقها حرف الباء حرف جر وبها مد بالألف والممضوط حرف الهاء وهذه هاء الضمير لا يصنع الربيع أسلوب نفي يصنع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الربيع اسم واللام شمسية لأن الحرف الذي يليها فوقه شدة وبها مد بالياء والممضوط حرف الباء تساندي 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 فعل مضارع ومعناها تعاوني تساندي معناها تعاوني ومضاد تساندي تخاذلي أو تخلي عنه يا وحدة السواعدي أسلوب نداء أدت النداء يا ووحدة السواعدي هي المنادة كلمة وحدة اسم وعلامة الاسم فيها أنها سبقت بياء النداء والسواعدي أيضا اسم واللام شمسية لأن الحرف الذي يليها فوقه شدة وبها مد بالألف والممضوط حرف الوا والسواعدي معناها الأيدي ممكن نسأل ماذا يقصد الشاعر بقوله من زهرة بعينها لا يصنع الربيع طبعا يقصد أن الوحدة سبب التقدم واللاحظ أيضا كلمة تساندي تكررت فهنقول ماذا أفاد تكرار كلمة تساندي تساندي هنقول أفاد أهمية التعاون لأمة العرب لتحقيق الوحدة غلالون الخضراء والخير والعطاء لا بد أن يكون للجميع شرح البيت يصور الشاعر جمال الأرض العربية وغناها بالخيرات ويؤكد دعوته إلى تحقيق العدل بأن تكون خيرات الوطن لجميع أبنائه وهنلاحظ أيضا في البيت الأخير هناك كلمات على نفس الوزن والقافية هنلاقي كلمة الخضراء وكلمة العطاء على نفس الوزن والقافية الخضراء والعطاء الأسليب والتركيب غلالنا اسم جمع ومفردها غلة ومعنى غلال محاصيل أي محاصيلنا وبها مد بالألف والممدود حرف اللام الخضراء اسم واللام قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف الراء وجمع الخضراء الخضراوات والخير والعطاء الخير اسم واللام قمرية ومضاد الخير الشر الوو هنا حرف عطف العطاء اسم واللام قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف الطاء وجلنا مضاد العطاء المنع لابد أن يكون للجميع ممكن نسأل ماذا أفاد وصف الغلال بالخضراء دل على كثرة الخيرات المتجددة ممكن نسأل لماذا كرر الشاعر لابد أن يكون للجميع كرر الشاعر لابد أن يكون للجميع كررها أكثر من مرة في النشيد لتأكيد فكرة الوحدة العربية فالعرب كلهم أخوة هنحل مع بعض تدريبات الكتاب ثلاثة لاحظ واكتشف نشاط ثلاثة ألف اقرأ البيت التالي واستخرج منه ما يلي البيت ترابنا ذهب وعزمنا لهب هنستخرج كلمات لها النهاية نفسها اثنيا تعبيرا مجازيا نتذكر أن الإقاع الصوتي القافية هو توافق آخر الأبيات على حرف واحد مثل في أول النهار نتناول الإفتار والتعبير المجازي هو استخدام الألفاظ في معاني غير معناها الحقيقي لإظهار الجمال على النص الجمل سفينة الصحراء الكلمات التي لها النهاية نفسها ذهب ولهب والتعبير المجازي ترابنا ذهب وعزمنا لهب ترابنا ذهب شبه الشاعر الطراب بالذهب وعزمنا لهب شبه الشاعر إرادة الشعوب باللهب نشاط ثلاثة باء عد إلى شعر يا مصر وحلل الشعرين معا طبعا شاعر يا مصر تحزف فهنحلل الشعر مع اسلام يا مصر جب الشعر الأول اسلام يا مصر والثاني للجميع اسم الشاعر طبعا الشاعر الذي قال اسلام يا مصر مصطفى صادق الرفاعي وشعر يا مصر قاله سليمان العيسى اثنيا يتحدث الشعر عن شعر اسلام يا مصر يتحدث عن حب الوطن أما شعر للجميع فتحدثوا عن حب الجميع ثلاثة بيت في حب الوطن ممكن نكتب ولقلبي أنت بعد الدين دين والبيت في حب الوطن في شعر للجميع نبني بها البلاد أربعة قافية أو كلمات على نفس الوزن هللاقي في شعر إسلامي مصر الفدا بدأ أبدا غدا وفي شعر للجميع هللاقي طرابنا ذهب وعزمنا لهب أو يختار التلميذ أي قافية من اللي احنا قلناهم خمسة تعبير مجازي تعبير مجازي في شعر إسلامي مصر إن مدت الدنيا يده شبه الدنيا بشخص يمد يديه إن مدت الدنيا يده أما في شعر للجميع هنقول أيضا نفس البيت طرابنا ذهب وعزمنا لهب شبه الطراب بالذهب وشبه العزم باللهب ستة ما أكثر بيت أعجبك ولماذا في شعر إسلامي مصر أعجبني بيت لك يا مصر السلامة لماذا لأنه دعاء لحماية وطني أما في شعر للجميع فأعجبني النور للجميع والحب للجميع ولماذا لأنه يدعو لنشر المحبة بين الناس نشط لا تجيم أكمل بكلمة مناسبة مما يلي تسانده الغلال عزيمة يواصل يحب جد الزراعة كثيرا فهو يمتلك قطعة أرض زراعية صغيرة بصعيد مصر ومقط جدتي نجرب كل كلمة وتسانده جدتي ولا والغلال جدتي ولا عزيمة جدتي ولا يواصل جدتي طبعا تسانده جدتي وبعض الفلاحين في زراعتها ولقد تعرضت هذه الأرض لكثير من المشكلات ولكن جد كان لديه لديه الغلال ولا لديه عزيمة ولا لديه يواصل لديه عزيمة قوية تجعله الغلال ولا تجعله يواصل تجعله يواصل حل جميع هذه المشكلات حتى يأتي موسم الحصاد ويجمع الكثير من الغلال من الفاكهة والخضروات تباع هذه الغلال بالسوق فيفرح الجميع ويعم السرور نشط لتدال تذكر ما درست من خلال هذه الأمثلة الرياضة أساس سلامة الجسم الأب مهتم بأبنائه أكمل واحد الجملتان السابقتان جملتان اسميتان أم فعليتان هنبص على الكلمة اللي بدأت بها الجملة كلمة الرياضة اسم يبا الجملة الأولى اسمية والجملة الثانية بدأت بالأبو الأبو أيضا اسم إذن الجملتان اسميتان اتنيا لأنهما تبدأان بدأوا بإياه طبعا بدأوا بإسم الرياضة اسم والأبو اسم ثلاثة وتتكون الجملتان السابقتان من ركنين أساسيين هما احنا عرفين الجملة الإسمية لها ركنان أساسيان ممتاز المبتدأ والخبر يبقى الركنان الأساسيان المبتدأ والخبر نشط تلاتها حدد ركنان الجملة الإسمية فيما يلي وعرفين أيضا إعراب الجملة الإسمية المبتدأ يعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة والخبر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة طب هنشوف الجمل التالية واحد الابن بارون الابن بارون المبتدأ طبعا المبتدأ تبدأ به الجملة كلمة الابن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعايز تجيب الخبر هتسأل المبتدأ مالو الابن مالو تأتي كلمة بارون تممت المعنى وأخبرت عن المبتدأ إذن كلمة بارون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة اثنيا القمر منير جملة اسمية لأنها بدأت باسم والجملة الاسمية لها ركنان اساسيان المبتدأ والخبر كلمة القمر بدأت بها الجملة إذن هي مبتدأ القمر مال منير منير خبر القمر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة منير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الزهرة عطرة المبتدأ بدأت بها الجملة كلمة الزهرة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم هنسأل الزهرة الزهرة ملها عطرة عطرة خبر مرفوع علامة رفعه الضم نشاط ثلاثة واو اضبط الجمل الآتية ضبطا صحيحا ثم اكتب علامة الرفع بين القوسين الاساث جميل ما يقول له اضبط الجمل الآتية طبعا ده جملة اسمية والجملة الاسمية لها ركنان اساسيان المبتدأ والخبر والمبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم يبقى هضبطها الاساث وكلمة جميل جميل الاساث جميل ثم اكتب علامة الرفع بين القوسين طبعا ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم والخبر مرفوع علامة رفعه الضم اذن علامة الرفع الضم اتنيا الملبس نظيف كلمة الملبس اسم اذن هي جملة اسمية والجملة الاسمية خلاص مبتدأ وخبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الملبس نظيف خبر مرفوع علامة رفعه الضم نظيف وعلامة الرفع الضم أيضا 3 الشارع واسع جملة اسمية لأنها بدأت باسم والجملة الاسمية مبتدأ وخبر المبتدأ ماله مرفوع علامة رفعه الضمة يبا نكتب الشارع واسع نكتب الضمة والتنوين وعلامة الرفع الضمة نشط 3 زاي ضع خطا تحت الجمل الصحيحة ثم ناقش مع معلمك أسباب اختيارك واحد ألف الهواء شديد با الهواء شديدا جيم الهواء شديدا أي الجملة صحيح طبعا جميع الجمل اسمية الهواء اسم إذن جميع الجمل اسمية والجملة الاسمية والجملة الاسمية تتكون من ركنين المبتدأ والخبر والمبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة والخبر مرفوع علامة رفعه الضمة الهواء شديد هذه الجملة صحيحة أما باء الهواء كلمة الهواء علىها فتحة إذن هذه خطأ وجيم الهواء شديدا كلمة شديدا منصوبة أيضا علىها فتحة إذن هذه الجملة أيضا خطأ أثنيا ألف الكوبة ممتلئ باء الكوب ممتلئ جيم الكوب ممتلئ أي جملة صحيح طبعا كلها جمل اسمية والجملة الاسمية مبتدأ وخبر والمبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم تعال ندور على علامة الرفع الكوبة ده منصوب علامة نصبه الفتحة إذن هذه الجملة خطأ باء الكوب مرفوع علامة رفعه الضم طب الخبر ممتلئ ممتلئ أيضا خبر مرفوع علامة رفعه الضم إذن الجملة الصحيحة باء أما الجملة الأخيرة المبتدأ مرفوع ولكن الخبر منصوب ثلاثة الخبر سعيد باء الخبر سعيد جيم الخبر سعيدا زي ما احنا عرفنا ان المبتدأ مرفوع الخبر مرفوع على مترفعه الضم سعيد خبر مرفوع على مترفعه الضم اذا الجملة الصحيح هي الجملة الاولى اما باء فالمبتدأ فوقه فتح وهذا خطأ وجيم الخبر فوقه فتح وهذا خطأ نشاط ثلاثة حاء عبر عن الصورتين الآتيتين بجمل اسمية صحيحة واضبط ركنيها ممكن نكتب الصورة جميلة أو اللوحة رائعة والصورة الثانية صورة كتاب ممكن نكتب الكتاب ممتع أو الكتاب مفيد أربعة لاحظ وتعلم وقبل شرح هذا النشاط هنتضرب مع بعض التدريبات الهامة النهاردة هنراجع على الجملة الاسمية سواء كان المبتدأ مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث لو صرت ولد زي كده وقلت لك عبر عنه بجملة اسمية طبعا قبل ما نعبر بجملة اسمية لازم نتذكر أن الجملة الاسمية تبدأ باسم الجملة الاسمية تبدأ باسم طيب إذن هنقول التلميذ مجتهد كده أنا عبرت بجملة اسمية وأنا عارف أن الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان يعني ما ينفعش يجي مبتدأ ومجيش خبر لازم يجي مبتدأ وخبر إذن الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان مبتدأ وخبر طيب تعاني شوف المبتدأ المبتدأ الذي تبدأ به الجملة التلميذ كلمة التلميذ هنقول مبتدأ مرفوع على مطرفعه الضم ليه؟ لأنه مفرد المفرد مرفوع علامة رفعه الضمة طب هي ممكن تكون علامة غير الضمة أي وممكن بس هنأخذها إن شاء الله في الدروس القادمة اسأل ماله تجيب الخبر التلميذ ماله الخبر مجتهد كلمة مجتهد أخبرتها عن المبتدأ وضحت المعنى إذن هي الخبر مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة طب لما تب بنت مثلا مفردة مؤنثة هنقول التلميذة مجتهدة أيضا هتعامل معاملة المذكر إذا كان مفرد هنقول التلميذ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ومجتهدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولو معنا جملة تانية مثلا جملة الأصحاب إخوة كلمة الأصحاب اسم ولكن اسم جمع لأن الأول التلميذ والتلميذة كان اسمه مفرد لكن الأصحاب جمع وهو جمع تكسير لأنه لا ينتهي بالو والنون ولا الياء والنون ولا الألف والتاء ولكن أركان الجملة الإسمية زي ما هي الأصحاب إخوة أنا لي الجملة الإسمية لها ركنيا سواء كان مفرد أو جمع لازم يكون فيه مبتدأ وخبر بل جملة الإسمية لازم تكون مبتدأ وخبر سواء كانت مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث المهم لها ركنيا أساسيين المبتدأ والخبر طيب المبتدأ فيا الذي تبدأ به الجملة الأصحاب الأصحاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة حتى لو جمع تكسير إذن نكتب فوق الباق ضمة الأصحاب لأنه جمع تكسير طيب اسأل ما لجيب الخبر الأصحاب ملهم إخوة إخوة خبر مرفوة يبقى كلمة إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة نكتب فوق التاء المربوطة تنوين لأنه خبر والخبر مرفوع على مطرفعه الضمة طيب لو قلت لك جملة ثاني مثلا الفتيات مهذبات الفتيات لجملة إسمية لأنها بدأت بإسم ولكن الفتيات هنا جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم أيضا زي ما احنا عارفين أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر كلمة الفتيات بدأت بها الجملة إذن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما ننساش الضمة اسأل ما لجيب الخبر الفتيات ملها مهذبات كلمة مهذبات طبعا خبر مرفوع وعلامة رفعه ما ننساش الضمة نستنتج من هذا النشاط أن المبتدأ والخبر دائما مرفوعان ولكن إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم يرفع وعلامة رفعه الضمة المفرد جمع التكسير جمع المؤنث المبتدأ والخبر مرفوعان وعلامة رفعه الضمة وهنا أخذ تدريب مع بعض الأمثلة التي أخذناها التلميذ مجتهد التلميذ مجتهد المبتدأ فيها نحن ربما كلمة التلميذ نوع مفرد جمع تكسير изнес ality علامة الرفع علامة الرفع إذا كان مفرد مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذا العلامة الرفع فضم الخبر اسأل fixed جيب الخبر التلميذ ماله مجتهد مجتهد خبر اذا كلمة مجتهد خبر نوعه اذا نوعه مفرد مجتهد اسمه مفرد طيب علامة رفعه ايضا الضمة يبقى المبتدأ اذا كان مفرد يرفع علامة رفعه الضمة والخبر اذا كان مفرد يرفع علامة رفعه الضمة الجملة الثانية الاصحاب اخوة الأصحاب اسم ولكن جمع تكسير جمع التكسير احنا جلنا يرفع علامة رفعه الضمة بل مبتدأ هنا كلمة الأصحاب طيب نوعه مفرد ولا جمع تكسير طبعا جمع تكسير طيب علامة الرفع الأصحاب علامة الرفع الضمة الخبر اسأل ماله الأصحاب مالهم إخوة كلمة إخوة هي الخبر طيب نوعها إياه نوعها أيضا جمع تكسير إخوة وعلامة الرفع مرفوع علامة رفعه الضمة الجملة الثالثة الفتيات مهذبات الفتيات مهذبات المبتدأ طبعا كلمة الفتيات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة نوع جمع مؤنث سالم من انساش جمع مؤنث سالم وعلامة الرافع زي ما احنا من التفقين الضمة الخبر مهذبات الخبر مهذبات نوعه أيضا جمع مؤنث سالم لأنه ننتهي بالألف والتاء وعلامة الرفع الضمة نلاحظ أن المبتدأ والخبر إذا جاء مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم علامة الرفع تكون الضمة أكتب لك جملة وحاول تكتب ليه المبتدأ والخبر وعلامة الرفع والسبب تكتبها في التعليقات الجملة الطبيبات ماهرات ننتقل لحل تدريبات الكتاب نشاط أربع آلف استفد مما تعلمت عن علامة رفع الجملة الإسمية ولاحظ الجمل الآتية ثم أكمل الجملة الأولى الأرض خصبة الجملة الثانية الأقلام جديدة الجملة الثالثة الألوان زاهية الأمثلة الأرض خصبة المبتدأ في أن الأرض لأنه بدأت به الجملة ونوع المبتدأ مفرد ولا مثنى ولا جمع طبعا الأرض مفرد اسم مفرد علامة الرفع الضمة الأرض والخبر خصبة خصبة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع نوع مفرد وعلامة الرفع أيضا الضمة الأرض خصبة لأن المفرد يرفع علامة رفعه الضمة اثنيا الأقلام جديدة طبعا دي جملة اسمية والكلمة التي تبدأ بها الجملة الاسمية مبتدأ الأقلام أي بل مبتدأ الأقلام نحن نقول القلم ولا الأقلام ahah دي الأقلام الأقلام دي جمع تكسير لأنها لا تنتهي بالوا والنون ولا الياء والنون ولا الألف والتاء فهي جمع تكسير وعلامة رفع جمع التكسير الضمة الأقلام الأقلام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة طيب نسأل المبتدأ الأقلام ملها جديدة جديدة خبر ونوع الخبر طبعا مفرد وعلمة رفعه طبعا الضم الألوان زاهية الألوان اسم جمع ولكن جمع تكسير لأنه لا ينتهي بالوا والنون ولا الياء والنون ولا الألف والتاء إذن المبتدأ كلمة الألوان إذن المبتدأ كلمة الألوان نوع الألوان جمع تكسير علامة الرفع الضم طبعا الخبر زاهية خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم نوع الخبر مفرد وعلامة رفع الضم من خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن علامة رفع المبتدأ والخبر الضم إذا كان جمع تكسير إذن المبتدأ إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث ثالم يرفع علامة رفعه الضم نشاط أربع باء حدد المبتدأ فيما يلي ثم بين علامة رفعه مع بيان السبب واحد الحدائق مزهوة المطلوب أن نحن نحدد المبتدأ ونبين علامة رفعه مع بيان السبب نحن عارفين المبتدأ ممكن يكون مفرد ممكن يكون مثنى وممكن يكون الجمع المبتدأ كلمة الحدائق وكلمة الحدائق مفرد ولا مثنى ولا جمع الحدائق جمع لأن مفردها الحديقة والحدائق جمع تكسير وإحنا عارفين جمع التكسير يرفع علامة رفعه الضم زي المفرد إذن المبتدأ كلمة الحدائق وعلامة الرفع الضم والسبب لأنه جمع تكسير اثنيا الأطباء مهرة المبتدأ كلمة الأطباء مفرد ولا مثنى ولا جمع طبعا جمع تكسير وجمع التكسير علامة رفعه الضم زي المفرد والسبب لأنه جمع تكسير نشاط أربع جيم لاحظ الجمل الآتية ثم أكمل الطبيبات مضحيات الفتيات مهذبات الصادقات محبوبات الأمثلة واحد الطبيبات مضحيات طبعا لجملة اسمية لأنها بدأت باسم ولكن هنا الاسم نوع جمع مؤنث سالم لأنه ينتهي بالألف والتاء طيب المبتدأ لما يكون مفرد عرفناه يرفع بالضمة ولما يكون جمع تكسير يرفع بالضمة ولما يكون جمع مؤنث أيضا يرفع بالضمة الطبيبات مضحيات المبتدأ الطبيبات ونوع جمع مؤنث سالم وعلامة الرفع الضمة والخبر مضحيات ونوع أيضا جمع مؤنث سالم وعلامة الرفع الضمة اثنيا الفتيات مهذبات الفتيات مبتدأ يبا المبتدأ كلمة الفتيات ونوعها جمع مؤنث سالم لأنها تنتهي بالألف والتاء تدل على الجمع وتنتهي بالألف والتاء إذن هي جمع مؤنث سالم علامة الرفع أيضا الضمة الفتيات علامة الرفع الضمة ونسأل الفتيات ملها مهذبات كلمة مهذبات خبر إذن الخبر مهذبات نوع الخبر نوع أيضا جمع مؤنث سالم وعلامة الرفع الضمة ثلاثة الصادقات محبوبات المبتدأ اللي بدأت به الجملة كلمة الصادقات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم نوعه جمع مؤنث سالم وعلامة الرفع الضمة محبوبات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة الرفع زي ما قلنا الضمة من خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن علامة رفع المبتدأ والخبر أضمت إذا كان جمع مؤنث سالما نشاط أربع دال أضبط المبتدأ والخبر في الجمل الآتية مع بيان السبب واحد الأطباء مهرة دي جملة اسمية بدأت باسم اللي هو الأطباء ولكن هنا الاسم عبارة عن جمع تكسير الأطباء وإحنا عرفنا جمع التكسير إذا كان مبتدأ نقول عليه مبتدأ مرفع علامة رفعه الضم يبال أطباء مهرة أيضا جمع تكسير هنقول عليها خبر مرفع علامة رفعه الضم والسبب لأنها جمع تكسير اثنيا العلماء أذكياء العلماء اسم جمع وهو جمع تكسير وجمع التكسير إذا جاء مبتدأ نقول مبتدأ مرفع علامة رفعه الضم أذكياء أيضا جمع تكسير إذن أذكياء خبر مرفع علامة رفعه الضم والسبب لأنه جمع تكسير ثلاثة الطائرات محلقات الطائرات اسم جمع ولكن هنا أخلي بالد جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم إذا جاء مبتدأ يرفع علامة رفعه الضمة محلقات أيضا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم إذن السبب جمع مؤنث سالم أربعة المعدة بيت الداء المعدة اسم مفرد لما تجي مبتدأ هنقول المعدة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة بيت خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الدائي لطبع المضاف إليه السبب لأنه مفرد إذن نحاول لفهم التلميذ أن المبتدأ والخبر دائما مرفوعان وإذا جاء مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير يرفع علامة رفعه الضمة نشاط أربعة عبر عن الصورتين الآتيتين بجملتين اسميتين مع الضبط مطلوب من التلميذ أنه يعبر عن كل صورة بجملتين اسميتين جملتين اسميتين إذن هتبدأ الجملة باسم الصورة الأولى إحنا شايفين آلات كثيرة فممكن نقول الآلات كثيرة ونلاحظ أن كلمة الآلات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم وكلمة كثيرة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة طبعا لأنها مفرد الجملة الثانية ممكن نقول المعدات ملها حديثة المعدات حديثة كلمة المعدات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم وحديثة خبر مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد الصورة الثانية هنعبر أيضا بجملتين اسميتين الجملة الأولى هنقول الأجهزة كثيرة الأجهزة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير كثيرة خبر مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد الجملة الثانية المكاتب مجهزة المكاتب طبعا جمع تكسير مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ليا لأنه جمع تكسير مجهزة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد خمسة شارك نشاط خمسة ألف اكتب جملتين لهما نفس النهاية تعبر فيها عن حبك لمين لأسرتك أو أصدقائك أو مدرستك أو وطنك أو حيوانك الأليف الجملة الأولى صديقة الجميلة اسمها نعيمة الجميلة على وزن نعيمة ممكن نكتب الفراشات الرقيقة بين أزهار الحديقة الرقيقة على وزن الحديقة ممكن نكتب مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد البلاد على وزن المراد نشاط خمسة باء إذا أردت أن تعبر عن حبك لشخص ما فيمكنك استخدام طرائق مختلفة مثل الهدايا أو الكلمات المشجعة أو قضاء وقت معه أو مساعدة تقدمها له اختر شخصا تحبه من أهلك أو أقربائك أو أصدقائك واكتب الفقر التطبيقية لطرائق الحب واحد فكر لهدية ممكن نكتب ساعة يد أو علبة ألوان اثنيا كلمات حب وتشجيع لو صديقي هقول أنت صديقي العزيز ثلاثة مكان تحب قضاء الوقت معه فيه طبعا المدرسة أربعة المساعدة التي يمكن أن تقدمها له أساعده في تنظيم وقته بكذا إن شاء الله أنكم قد انتهينا من الدرس اليوم أعجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك تستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة